شهدت منطقة الأعظمية وسط العاصمة بغداد انتشاراً أمنياً مكثفاً على خلفية دعوات من متطرفين إلى هدم مسجد ومرقد الإمام أبي حنيفة النعمان وسط دعوات لتدخل حكومي عاجل ومنذ يومين برزت دعوات من ناشطين ومدونين على صلة بفصائل مسلحة وجهات تابعة لإيران لهدم معالم تراثية عراقية مثل نصب أبي جعفر المنصور غربي بغداد بداع الخلافة التاريخية مع الإمام جعفر الصادق فيما امتدت تلك الدعوات إلى المطالبة بهدم مرقد الإمام أبي حنيفة وانتشر المئات من عناصر الأمن حول محيط المسجد ونصبوا نقاط التفتيش ومنعوا المرة من الاقتراب تحسباً لأية تجمعات مفاجئة من قبل الداعين لذلك فيما أغلقت مداخل المدينة بوضع الحواجز الإسمنتية لتخفيف الازحامات الحاصلة بداخلها وقال ضابط في وزارة الداخلية إن وحدة الرز ومكافحة الشائعات رصدت منذ يومين دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر دعوات تطلقها حسابات وهمية وغير معرفة تدعو إلى هدم بعض المراقد وكذلك النصب والتماثيل وأضاف أن الدعوات تنطلق من دعوات طائفية ومتطرفة في تفسير الوضع العراقي حيث صدرت أوامر من القيادة العليا بضرورة التحرك ووقف تلك الخطابات التي تحرض على الكراهية والعنف وتغذي الفكر المتطرف وأطلقت مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام حملة تحت وسم يسقط صنم المنصور للمطالبة بإزالة تمثال رأس أبي جعفر المنصور الموجود بمنطقة المنصور أحد الأحياء الراقية في بغداد لكن تلك الدعوات امتدت إلى مرقد الإمام أبي حنيفة وهو أحد علماء المسلمين وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي حيث يعد مرقده في منطقة الأعظمية وسط بغداد من أبرز معالم العاصمة وهو يقع في المنطقة المجاورة لمدينة الكاظمية التي يقع فيها مرقد الإمام موسى الكاظم بالتزامن مع ذلك توجه المئات من سكان مدينة الأعظمية إلى المسجد لإداء الصلاة فيه وللرد على تلك الدعوات وسط مطالبات بتدخل حكومي وملاحقة مطلقي تلك الدعوة